أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتماماً مصر بالتنمية الشاملة فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض سيناريوهات إنتاج الهايدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشرعي بالإضافة إلى إجراءات بناء القدرات الوطنية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها وفي هذا الإطار تناول الاجتماع المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة للتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدور الذي تتقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهايدروجين فضلا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض وردات مصر من المواد البترولية ترجمة نانسي قنقر